عندك شفارات يعني كتبت شفارات للمرأة أنا مش مصدقة بصراحة ان احنا الموضوع بالنسبة لكو يعني صعب عليكو قوي كده هو موضوع بسيط خالص انتوا اللي مصعبينه على نفسوكو بس عشان تبعارف هو الموضوع بسيط انتوا اللي مصعبينه على نفسوكو احنا في الجولة اه بس بس خلينا نتكلم عن الشفارات اللي اتكلمت عنها في كتابك عن الستات وانت حددتهم الحقيقة حوالي تلات شفارات تقريب مظبوط كده هي اماصة وكتومة قلبها اسود وما بتنساش صح والتالتة نكادية وسهيئة النية نتكلم عن اماصة وكتومة طيب الاول يا رانيا لازم تفهمي حاجة ده مش رأيي في الستات اه ده رأيي الرجالة اللي انا صيغته في الكتاب وردت عليه والكلام اللي هما بيشتكوا منه ده مش رأيك انت الشخص بالزبط او قلت وقلت في النهاية انا هجيب لكم يا رجالة رأيي الستات ترد بنفسها فعملت استفتاء على صفحاتي وقلت يا جماعة الرجالة بتقول عليكم كذا ردوا من فضلكم فجات لي الاف ردود فانا جمعتها في الكتاب وصيغتها بالشكلة كويس فلما الراجل يقولي نهاردة اماصة وكتومة اماصة وكتومة فانا سألت ستات انت ليه اماصة حضرتك اصلا تقول لي يا ايهاب انا بقى ماشي مع جوزي في الشارع ولا ايه وانا بقى لبسة متقنقة ولبسة جميل كده وكل حاجة وعينه زيغة على واحدة ماشية في الشارع عشان بشعرها وشكله كذا ولا بتاعوا كده بتاع تتقمس وتتقمسي تتقمس طبعا تتقمس بس دي تتقمس وتعمل حاجات تانية كمان ممكن تضربك كمان يعني مش نسب تتضربك لأ بالطوة يعني ممكن تتقمس ممكن تزعل ممكن تخصمه طيب لما اقولي النهاردة ان هي عيانة اساسا مثلا تعبانا النهاردة فيخش كلها يعني حضري للاكل فتقول لنا تعبانا فقال لها انت كل يوم تعبانا من ساعة ناجوستي كنت تعبانا لان راجل ما حدبش ستة بقى تعبانا مش مستحملها خالص بقى كمان اذا في النهاية يعني الستة وقمصة ليه فرجع الراجل اقول له حضرتك كل ما سأل واحدة ستة وقال لها انت امصة ليه تقول لي ما هو بيعمل كذا فان رد فعل فبالتالي حضرتك افهم ان امصة دي هي عبرها عن مشاعر هي امرأة مرأة كائن عاطفي جدا صحيح فبالتالي هتعبر عن امصتها اكيد خدشت مشاعرها باي طريقة فبقل له هتلي بقى مراتك وقل لي انها صحيح انت صحيت منهم لقيتها مأموصة لو قلتلي كده انا ساد ايه مجنونة على طول لكن بما ان فيه فعل يبقى رد فانت كده نفهم هي ليه امصة فهمت بقى ما تقوليش امصة تاني نروح بقى بصد كاتومة ميراتي كاتومة بيشتكيلك باي يقولك ميراتي كاتومة جدا طب انت عملت ايه عشان تخليها تتكلم ما تبقاش كاتومة لا لو انت النهاردة سألت لو قيت لك يا حبيبي ما تبصش على واحدة وانا ماشي معاك انت هتستجب يقولي بصراحة لا قولي بقى من الحققة تكون كاتومة لا انت عارف كاتومة دي كمان اقولك على حاجة بقى اهاب كاتومة دي الست احيانا بتحب تفطفط بتحب تتكلم لما الراجل يحرجها او يكسفها او ما يسمعهاش او ما يكونش بيحتويها خلص مش هتتكلم بقى هتبقى سكتة هتبقى كاتومة هتكلم دي طالما فيش حاجة ايجابية بالضبط هو بيبقى مش عارف يحتويها هتتكلم معاه في ايه بقى وهو مش عايز يسمعه حبيبي انا مش عارف انت هتفها قوي يعني معقولة نكدت علي عشان خطر بصيتها على واحدة وانت ماشي في شارع طالما انت شايف انها تفها خلاص خليني كاتومة مش هتكلم بقى فهماني خلاص مش هتكلم فانا وصلتها انها كاتومة البقى اسود وما بتنساش احنا قلنا ان عقل الراجل متكون من سنديق وعقل المرأة متكون من كبل متصف بالمشاعر فبالتالي كل الصرفاتها مبنية على المشاعر فاذا هي تقدر تربط الماضي بالمستقبل بسهولة جدا 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 فالنهاردة جزء شتمها حلو كده حلو فتقدر هي عندها بالكبل العطفي ده تقدر انها تسترجع زكرة من 25 سنة يوم ما شتمها نفس الشتيمة او يوم ما بص الوحدة تانية قبلها فتقوله وتبقى ست قادة مع الراجل فتقوله ايه هو انا نسيه لك يوم ما انت في خطوبتنا يوم ما احركتني قدام طانتسوها هو تكلم من 25 سنة يا رانيا وهو مش شاكل كلم بارح فبتلهي الجنن فيجي يقول لي ده الباس وتجيب تخيل يا ايهاب بفاكرالي حاجة من 25 سنة اقول له ما هو مش من فراغ حضرتك اولا لان الفايل ما تقفلش فاهماني يا رانيا ان يوم ما انت قلت لها كلام ده انت ما اعتذرتش ولا صالحتها ولا نسيت لا ده انت مش بس ما اعتذرتش ده انت كمان كررت الغلطة تاني وبتكرره تاني وبتكرره تاني فبالتالي فبالتالي ارجوك افهم اني هذا الكائن كائن عطفي بيحركوا المشاعر فبالتالي لما انت تكرر حاجة ظهرت من 50 سنة الكابل ما ده المتصل ماضي بحاضر عندها كل الازمينة المتوصلة بعضها صاحب المرأة ممكن تبقى عادة وتجمع كل حاجة بعضها مستقبل وماضي وحاضر فاهماني فبالتالي ده مش قلب سود ولا حاجة خالص تماما الاسترجع ده خاصية عطفية النكادية وسيئة النية مين بقى اللي بيقوله على مراته سيئة النية دي انا مش قادر افهم يعني يعني ايه بيقوله على ستات سيئة النية المرأة بتربط هو دايما دايما يعني يعني نكادية دي اولا انت شايف نستات نكاديات لا طبعا طب مين بجد نكادي اكتر بقى بجد بقى وانت راجل يا ايهان مين بجد نكادي اكتر الراجل ولا السد انا بقولي الكلام ده يا رانيا بقى اتهم بان انا متحيز طب مين بجد قولي الحقيقة انا مش هدايك بلا نقاش طبعا الراجل طبعا الراجل نكادي اكتر هو محرق يا فندي مش هو مش احنا اتفقنا ان هو راجل قوام هو المحرك للبيت طب ادخل ازرع البهجة في البيت اصلا وريني رضي فعل البيت ادخل انت فرفوش كده من البيت جوه خليك راجل لطيف خليك راجل مبتسم خلي عندك كلمة حلوة داخل بوزك شبرين قد كده ومتدايق قوي النهية متدايقة محنوق من البيت ومش شارع ومش شغل وارفام من اللي مش عارف ايه بتاعه وفي النهية انت نكاديا اصلا نكاديا ما حضرتك وإيه سيئة ناية دي لان المرأة بتربط دايما تصرفات بالمشاعر يعني بما انه عمل نايتها وحشة يعني قاعد على جنب ماشي اهوريك المشهد يعني قاعد على جنب ومسك الموبايل وعمل اضحك فدخلت مروح تقفل الموبايل او دخلت الطويل بالموبايل بتاع ايه دا ايه دا دي سيئة النية جدا تخيل دي مجنونة دي مدخيلة ان انا باخنها حضرتك لو انت محترم جدا وما بتخناش انا موافق تماما تماما بس ارجوك ما تحطهاش ما تحطش نفسك في شبهة وتقولي في الاخر هي سيئة النية انت ايه اللي ما قاعدك لوحدك وعملت اضحك في الموبايل فلما دخلت قفلت الموبايل صحيح سيئة النية لي بقى صحيح يبقى مين لا يعني انت وصلتها لفكرة ان انا لازم اشك فيك اساسا بالزبط فلما تقولك وريني الموبايل اصلا فتقولي تخيل مراتي انا طلقتها ليه اصلا سيئة النية هو انت حد كنت بتعمل ايه كنت تلعب كرة لأ كنت مسك الموبايل ودخل بالحمام اه ليه لما دخلت فجأة كنت تفرج على صور فاشلت فهمش بالزبط فبالتالي بابقى اصلي شعور يا حضرتك ما توصلش اللي قدامك لانه هو يبقى بيشك ولما يشك تقوله انت سيئة النية